منذ أطلقت الأمم المتحدة استراتيجية مكافحة تمويل الإرهاب في العام 2006 وأدرجت عدد من الإرهابيين على قوائمها السوداء وخاطبت الدول المختلفة أن تتعاطى بجدية مع هذه الاستراتيجية وتوقع بروتوكيلاد تجعل قرارات هذه الاستراتيجية محل التنفيذ لم تتعاطى بعض الدول مع هذه الاستراتيجية بالشكل الملائم ومنها قطر التي للأسف في وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب كان يشغل أحد أعضاء هذه الدائرة عضو إرهابي مدرج على قوائم الأمم المتحدة السوداء وهو السباعي وبالتالي بطريقة حميها حرميها يعني الشخص الذي يفترض أن ينفذ القوانين ويطارد تمويل الإرهاب كان يسعى لتمويل الإرهاب ولم تتوقف حساباته برغم تجمدها ظاهرياً وبموجب قرارات من الأمم المتحدة لأنه في النهاية لا توجد آلية تلزم الدول الوطنية بأن تجعل هذه القرارات الأممية محل ترجمة نانسي قنقر